ممكن نحط بابريكا مقادير المهلبية على الشاشة نشا ده اساسي او رز مطحون ناعم اختياري نشا الرز يعني او نشا نشا الدرة مهلبية تتعمل بديه يبدا بشامل مش مهلبية حالوا الكلام اه ومعانا حليب وسكر وفانيليا وكاكاو وشوكولاة احط شو عايز احط شوية بوارات احط شوية زعتر حال الله شفت الجو ده كده نغير البلالشة كل ده معانا حليب اه ونحط الحليب يلا اخبار مهم جدا الحليب بيغلع على نار هادية في البداية عشان ندوب النشا فيه حالوا الكلام اه معانا نشا وسكر وفانيليا ايه دي السكر نعم اختياري الله انت عايزة سكر كتير زود سكر براغبطك يعني حسب راحتك عايزة تحط عسل حط عسل حبيبي حال انا اعمل اعمل شيف حط النشا حال نحط الفانيليا سهل جدا المهلبية اه ونقلب ده مع بعدي اعلى نار هادية مهلبية بالشوكولات كلنا عارفين الشوكولات تجيب نوعية كيك حلوة نوعية كاكاو حلوة ولكن نصيحة مني تعملي المهلبية بالكاكاو النوعية الكويسة ما عندكيش كاكاو بتجيب الشوكولات والسياحية وتحطيها على الحليب والنشا أو تبشريها حسب الرغبة مهمة جداً وتبتعملي المهلبية يكون فيه نار هادية لأن الحليب عندك هنا لو شاط منك ملاش علاج خالص دي ملاش علاجة بدأت تتقل معايا وانا واقفة زي الحلوة والله بدأت تتقل معايا وراء لك دلو القوام والله مش بجدب حاضر بقصت لو مسكت المضرب بيدك كده يعرف تبني حلال بقص وانا واقفة عن نار بقص على الحلاوة بقص على الحلاوة خلاص يلا بنا يلا بنا كاكاو خلصنا خلصنا بسم الله الرحمن الرحيم بقص على الحلاوة بقص على الحلاوة بقص كفاية بقص كفاية هروالك على الدنيا دلوقتي حاضر حط الشوكولاتة دين زين بقى كده يلا بنا مهلبية بالشوكولات حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة عملنا المهلبية بالشوكولات لأطفالنا الحلوين اللي بيذكروا عملنا مكارونا مع البلونيز سوس زي ما حضراتكم شفتوها المدرسة المغازية عمال البلونيز عملنا كمان مطبق بتراءة جديدة النهاردة للمبتدئين في المطبخ بعجينة بسيطة وسهلة بنت عم الفطير المشال تيت ولكن بالخميرة زي الفل مطبخنا على ششة القناة الأولى تفاصيله بسيطة ثم تناول الجميع يعني نقول مع بعض بصوت عالي رؤية وفن وإبداع بتشوفوا كل يوم عشيشة القناة الأولى والفضاية المصرية من ماس بيرو موسيقى 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 شكرا